نرمين انت رعاتي كاميرا ما بعرف بتحبي تتفضلي معنا بس تعطينا شوية نكمل حديثنا اخواننا جميعا هلا اخوي قاسيم هلا اخوي عمار خلينا نرحب اخواننا مرة ثانية اختنا نرمين اخونا احمد ابو ادهم وعليكم السلام مساء الخير اخونا يوسف مساء الخير اخواننا جميعا ياريت نرجع الاخوان اللي كانوا معنا على البث لانه طلبوا انه نسكر البث وندخل ببث جديد ياريت نعمله مساء الخير اخوي نبيل مساء الخير على الجميع نعمل شير مرة ثانية ونشر البث اذا ممكن يسعد مساك اخوي ابو خلي النبي للجعبة يسعد مساكم جميعا يسعد مساء الجميع والله بدي ادخن لانه طول البث ما دخنت بدي ادخن استقارة بعد اذنكم بتمنى انه الجميع يرجعوا معنا مساء الخير اخوي فارس خلينا نواصل حديثنا بقضيتنا طبعا والهدف والهدف من بثنا هذه الليلة طبعا هو نفسه الهدف اللي احنا من ثلث سنوات ونص او اربعة في هذه القضية ليوصل صوتنا لاصحاب القرار شاركوا البث يا اخوان طبعا اخواننا والله يعني لا همنا لا لايكات ولا همنا عدد بهمنا صوتنا يوصل وللأسف يعني انا بقول وين المتعثرين بعد البث بساعة او بساعتين بتطلع على الفيوز بلاقي المشاهدات على البث تسع تلاف وعشر تلاف طيب وينكوا كنتوا على البث يا العشر تلاف يا العشر تلاف لو انكم الان انتم على البث صوتنا كل زمان وصل صوتنا زمان وصل مساء الخير عليكم جميعا اخواننا يعني احنا احنا تحدثنا بعرفش الحديث السابق ما بنرجع نعيده تحدثنا على التعثر تحدثنا مين المتعثر مين احنا احنا تجار متعثرين تمنينا ان صوتنا دائما يكون واصل لحتى تنحل قضيتنا من سنوات لكن ارتجاف الحكومة بهذا الاتجاه مش فعارف ليش طبعا بعض الاخوان خليني ادخل شوية على سياق اخر اخونا طارق ابو الراغب قبل اسبوع او قبل ايام تحدث ان اسبوع الحسم فاخوة كثير فكروا ان اسبوع الحسم يعني الاسبوع هذا بده يطلع قرار طبعا انا بدي انوه انو للاخوة انو كلام الاستاذ طارق مش انو بده يطلع قرار القرار موجود ولكن هو تكلم انو يا متعثرين تحركوا لانو هذه الحكومة قد يكون باقي لها اسبوع او ايام خليها تصدر القرار طبعا تحدثنا بانو احنا متعثرين مش عملنا جرم مش مجرمين التعثر مش عيب احنا مش مسيئين احنا لسنا اصحاب اجندات سياسية لسنا شتامين وبتمنى على كل المتعثرين اي شخص مسيء ويشتم لأي رمز او لأي شخص في حكومتنا او دولتنا يبعد عن هذه القضية بغض النظر احنا ابناء وطن احنا اصحاب حاجة صاحب الحاجة ارعان كل انسان بنظر لهذه القضية من منظوره خلينا احنا نثبت للجهة المقابلة انه احنا اشخاص تجار محترمين احنا مش شتمين احنا اصحاب حق احنا ما بنستجدي ما بنستجدي في قضيتنا على رأس هرمنا جلالة سيد البلاد احنا بنناشد في قضيتنا لانها قضية حق نطالب بحق نطالب بفرصة نطالب بسنتين نطالب بتسويات من غير الربع القانوني طبعا تحدثنا عن التوافقات اخوي حسام المجال يسعد مساك اول شي بتشرف انه انت على صفحتنا ودايما متابع عنا اخوي حسام انت تتحدث كثيرا وكلامك جميل دائما تتحدث في صلب الموضوع لكن لا ناس بتسمع يعني ذان من طين وذان من عجين هيك بشوف الحكومة خلصت او ما خلصت عليها واجب لازم تأدي هذه قضية وطن قضية شعب قضية نص الاردن نحكيها بالعامي بالمشار محي نص الاردن اخونا محمد الرواش ده الاقتصادي الكبير اليوم تحدث بعدد 350 الف في ظل جائحة كورونا وتحدث على الشكات المرتجعة بانه قيمتها مليار و250 الف في ثمان اشهر الماضية وراح الايام القادمة خلال الربع الاخير من هذه السنة رح توصل لثنين مليار عدد الشكات الراجعة 250 الف ولا اكثر طبعا هذا كله ينجم عنه قضايا تعثر وينجم عنه قضايا في المحكمة بتمنى اخوي حسام المجالي اذا تدخل معنا على البث ابعت لك كاميرا او اذا تحب تتحدث بهذا الموضوع فنرجع لحديثنا بانه احنا تجار من الطبقة المرموقة في البلد وعرفنا مين التاجر عرفنا مين المتعثر احنا مش نصابين ولا احنا اصحاب اجندات ولا احنا محتالين كل انسان معرض للتعثر والتجارة ربح وخسارة دولتنا وحكومتنا لازم تعرف انه هذول ابناء البلد ابناء الوطن اتعثروا وكل دول العالم انا يعني اه بعتب على حكومتنا يعني انا كنت في مصر كان في عندهم تعثر كانت عندهم مصانع متعثرة وكان عندهم تجار متعثرة وكانوا عندهم غارمين وكان عندهم غارمات وكلها وكلها حلوها يعني انا بذكر قبل انزل انا اه كانت وزيرة الصناعة اه اصدرت قراء بمرسوم بداعم كل المصانع المتعثرة وكل التجارة المتعثرين الغارمين والغارمات اخرجوا كل الغارمين والغارمات اخوي حسام بس في مسبات على المسؤولين من قبل البعض نعم نعم انا هذا البث الهدف فيه انا الان الهدف فيه هذا البث انه احنا لا يمثلنا من يشتم واللي بيسب واللي انتقد يا سيدي النقد البناء احنا معه لكن احنا مش مع الشتامين اخوي فارس بتريني علي ممكن بس تعطيني بس دقائب اخوي فارس رح تطلع معنا على البث فانا بناشد كل المتعثرين الناس المسيئة والناس اللي بتشتم والناس اصحاب الاجندات تنبذهم وتبعد عنهم ما بدي احكي باسماء الكل عارف مع مين بنتكلم وحكينا عن هذا الحديث من زمان احنا مش شتمين كل انسان وكل مسؤول يرى اذا هذه القضية بمنظوره احنا منظورنا انه نثبت لهذه الناس انه احنا تجار اصحاب حق احنا محترمين احنا مش نصبين احنا مش محتالين احنا اصحاب قضية واصحاب حق نطالب بحل قضية وطنية لابناء الاردن من هذا المنبر انا بدعو كل المتعثرين اللي موجود يوصل للي مش موجود رد على الجرس لا الجرس هو التلفون اخوي محمد برين فارس بدو يتحدث الان راح دخله على المحاد الموجود يوصل للغاية لا يمثلنا من يشتم لا يمثلنا من له اجندات سياسية لا يمثلنا من يتهجم على اي مسؤول اخوي محمد سياسات الحكومات نعم واحنا حكينا وتكلمنا انه سياسات اقتصادية فاشلة هي ادت الى التعثر التعثر مش وليد اليوم مبارك التعثر من عشر خمستاشر سنة سابقة وهو من سياسات اقتصادية فاشلة من قوانين سنة فاشلة قانون مالكين ومستجرين قانون ضريبة وقانون تنفيذ وقانون عقوبات وا 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 احنا الان دورنا كمتعثرين تجار محترمين ننبذ كل انسان يشكك في الوطن ننبذ كل انسان له اجندة سياسية لا يمثلنا ننبذ كل انسان يشتم ويتهجم على الاخرين لا اسمح على صفحتي انا شخصيا او على بثي انسان يعلق بتعليق مسيق مسموح النقد النقد جميل النقد يؤدي الى الصواب ولكن الشتم بيأدي الى الهلاك انا وزير عدل لنفرض وبفتح صفحة وبلاقي الناس بتسب علي مش راح احل القضية راح اتعنت ولا على غلط فياخوان خلينا نكون وعيين اكثر هذه قضية وطن مش قضية سامر ولا قضية طارق ولا قضية حسام ولا قضية فلان هذه قضية وطن احنا بنعمل كل شي علينا مقدرتنا بنوصل صوت اخويا نبيل انا حكيت لا يمثل المتعثرين الا المتعثرين ان كان ابو كرم وغيره ومن يشتم ومن يسب لا يمثلنا انا شخصيا لا يمثلني وبحكي عن كميع المتعثرين اللي بيسيء وبيشتم ما بيمثلنا وحكيناها على اكثر من موقع اخونا الاستاذ طارق قبل ايام طلع بث على اليوتيوب حتى يوعي الناس يقولهم يا ناس لا تشتموا ما بعرف احنا كل ما نوصل لمرحلة حل وفي حل على الطاولة وبدو يطلع بيطلع عنا اخونا ابو كرم وبينشر لي على صفحته بشتائم وغيرها ابو كرم ابعد عن هالقضية لا تشتم الناس يا اما بالطالب باحترام بحق زي ما بن طالب يا اما ابعد عن هالقضية انا هذا الكلام اللي بحكيه احنا تجار اختي نرمين ما بجازف انتي اليك حق تطلع وتحكي تفضل يبعتيني كاميرا احنا تجار محترمين ولاد ناس ابناء الاردن همنا الاول الاردن ملكها شعبها لحنا اصحاب اجندات ولا سيئين ولا شتمين الاخ بيقول طارق ابو الرغب توفت ابنة عم قبل نستعر رحمها الله كل العزاء لاخونا او صديقنا لأستاذ طارق ابو الرغب رح نقوم باتصال بواجبنا معه نعم ابو هلدة ان ارادت ان تطاع اطلب باحترام احنا اصحاب حق نطلب باحترام احنا اصحاب حق نطلبه باحترام اخت نرمين تفضلي تفضلي اخت نرمين اختنا نرمين انا بعرف من اربع سنوات ونص وهي تطالب بهذه القضية من الناس اللي كانت من بداية تطالب بهذه القضية مرحبا سامر مرحبا اخت نرمين يعطيك العافية اهلين مساء الخير عليك بدي اسكر كم شغلة بديش ادخل بمطهات تفضلي تسلم الكل باسم الى قضية المتعثرين بفضلت كتير نعم اللي بحضرني على البط سواء اللي بيعرفها اللي بيعرفني بيعرف شو القضية وكيف تم التلعب فيها حليني احكي واذكر ناس كتير قبل اربع سنين وخمس سنين اوكي اخي نبي انه ما تم ما تم ذكره وانه ما مشوا فيه صح المتعثرين ما مشوا بالطرق صح هذا هو المتيجة لا يوجد جهة ممثلة رسمية لتحاور مع الحكومة سلمي وسانك استعمال استعمال البثات لتشتيت المتعثرين اللي راح بحايا اللي هم مثلا نحكي غارماتنا وتجارنا الأردنيين اللي كان هم الهدف والسبب الأساسي للركض بشغلة القانون العام اللي النواب أسأصوا وأصحاب البثات أسو واللي اندفع لهم أنه يتلاعبوا فيه لأنهم ما بدهم تنحل قضية المتعثرين اقتصاديا ورسميا طبعا لا تنسي أخت ننمين النواب دخلوا أذرع وأيدي لتشتيت هذه القضية أكيد وعد عن هك في ناس إلى مصالح ما أنا فعليا خلينا نكون صريحين الحكومة هدفها الأول والأساسي حل قضية المتعثرين لأنه إذا حلت قضية المتعثرين حيتعاصل اقتصاد الأردني صدقت حتى البنك المركزي من مصلحته إنها مشكلة المتعثرين والشركات العالقة من أربع وخمس سنوات صدقت هلأ الفترة اللي فاطت بجهد خلينا نحكي مأمون الكباري تتواصل معي بحد مع هد المتعثرين بذكر نعم أنه ذكروا شو رأيك بفكرة اللي كنت أنت طرحاها أو كان ما تروح قديما قبل أربع خمس سنين لحل هاي الأزمة اللي هو إنشاء جمعية لسداد عن المتعثرين يشترك فيها المتعثرين من جميع الهيئات وصفات يدعمها البنك المركزي ويدعمها البنوك وتدعمها الدولة وتدعم دوليا أختي نرمين إحنا مع أي حل لكن يكون تحت مضلة الحكومة تحت مضلة الحكومة يعني بحكي لك بنك المركزي وتحت البنوك يعني تمام نحكي تلاعب ولا نحكي أنه يتابع لجهة تمام وهذا إن شاء خلاني نحكي الجمعية والصندوق حيحل مشاكل تجاري كتير وتجاري كتير بهاي الطريقة هيصير أمامهم مجال للتسويات ويرجعوا يستعيدوا إنه تجارتهم يرجعوا يشتغلوا ولكن في شغلة في شغلة نتكلم فيها ونكون صادقين مع أنفسنا بأن القوانين والوضع اللي سنت من مجلس النواب القانونيين الحانية لا تخدم حتى لو أنت حلت القضية بخلال صندوق تبقى هذه القضية متكررة متكررة لأن القوانين تفضل إن شاء هذا الشي مش حل شردي إحنا حكينا يجب أن يكون جيحة رسمية يتم الحوار ونقاش رسميا مع الحكومة لحد الآن ما في كتاب موجه لرئاسة الوزراء على قضية المتعثرين رسميا أو حتى بناها لا فيه جيبوا لي فيه توافقات يا أختي فيه توافقات توافقات غير عن المطالبات والمحاورات على طاولة ووحدة لإنشاء حلول والسير فيها لما بيكون المتعثرين من وراء شاشات هذا مش حلول طيب لما هذا طرح نعم أنا معك بهذا الحديث بأن المتعثرين يجب أن يكون جهة تمثلهم من المتعثرين أنفسهم رسميا تقعد مع الحكومة ومع الجهات الأخرى لحل هذه القضية بس إحنا الآن موجودة حتى لو حلت هذه القضية في الوقت الحالي بهذا الطرح ستبقى هذه القوانين وتأثر على الحل القادم يعني اللي بتنحل القضيته الآن هو سيتعثر لاحقا في ظل هاي القوانين مش بس هايك في عنا إحنا شغلة معي أنه إحنا هلا حاليا بجائحة تفضلي كورونا لأ عندي البط شوي بطيئ احنا مش بجس بجائحة كورونا إحنا كوضع الأردن وكوضع العالم فيه انهيار اقتصادي عالمي تمام أنا كمتعثر اللي متخبي ببيته ومبسوط ع قانون الدفاع أنت مش مشكلتك لحالك فلعظم تطلع تحل مشكلتك لأن الناس مش هتحل لك ياها ولا أنا هحل لك ياها ولا سامر هحل لك ياها ولا صحاب البثات اللي عم بلول وتبنوا قضية المتعثرين كلمة حواجه لكل صاحب مش إليك طبعا سامر لأناك سامر أنت من الناس اللي يعني صوروا القضية بطريقة صح واشتغلت خلاني حكي من سنتين عم بتصهم الناس بالقوانين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انتصروا